بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة البعض بيصر دوماً ان يخدنا الى مساحات تثير قدر من الجدل العقيم اللي ما بيقديش الى نتيجة بل بالعكس بيستفز قطاعات كبيرة في الشعب المصري يعني انا مش فاهم لما يبقى عندنا قضايا مهمة جداً وتحديات بتواجهنا من الداخل والخارج وحال الجدل حول قضايا كثيرة ومتعددة من بينها الازمة العالمية الاقتصادية وانعكساتها على بلد زي مصر من بينها التحديات اللي بتواجهنا على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من بينها مشاكل الناس وكثير من الامور اللي ممكن تبقى عنوان مهم جداً البعض مصرر انه يسير جدل لمجرد الجدل وكأنك انت قاعد تتكلم فيما يمكن ان نسميه بالقضايا اللي تسير الفتنة يعني لما يجيني لما يجيني اعلامي اعلامي شهير ويطلع يقولك كل ما بدخل الصددالية ألاقي حد بيقرأ في القرآن ليه ما يقراش في مرجع طبي يا أخي انت راجب تقول انك بتؤمن بالحريات هو حضرتك حتملي على الناس تقرأ ايه ولا القرآن ده بقى يعني حاجة خطوط يعني ما ينفعش ما ينفعش هذا أمر يسير الفتنة زي برضو نفس الحكاية ما لقش نحط الديانة في رد وزير العد يومها وقال قال دي الاعتبارات واحد اثنين ثلاثة اربعة طيب هذا الكلام ممكن تقوله حضرتك في قعدة او غيره او غيره لكن لما يتقال في وسيلة اعلامية فتنقل خالب الرأي العام رأسا على عقد ونبدأ نشوف على مواقع التواصل الكماعي صفحات الفيسبوك جدل شديد جدا ليه هل هذه هي القضية المحورية اللي أنا عايزها النهاردة ولا ده يعني محاولة كده الاحداث حالة من الجدل الغير مجدي واللي ملهوش اي معنا علينا ان نحترم الناس انا قاعد في صيدلية وبقرأ قرآن حياتك مالك انا قاعد في صيدلية وبقرأ انجيل حياتك خصك ايه هو انت هتوريني شغلي مرجع طبي مش مرجع طبي انت كمان بدل ما تقوله يعني زي كان رجل بيقوم بشغله وقاعد ما عندهش حد داخل وجايب المصحف وبقرة فيه دي مسألة الحية يعني يعني تسير الاستفزاز الحقيقي للناس تعاوزين ايه ما بنراحة شوية على الشعب المصر كفاية المشاكل اللي بتخلقها الجماعات الارهابية اتنين انت بتدي مادة للاخرين انت بتدي مادة للاخرين اهو الحق بيحصل كذا وبيحصل كذا في نفس الوقت ايضا اصير جدل شديد جدا حول تصرحات لسيادة النائبة والاعلامية الشهيرة فريدة الشباشي لقينا كلام بيتنشر برضو انه الاستاذة فريدة الشباشي بتقول انا بسده داني ساعة الاذان كلمة دي قد تكون اختصرت واقتصرت من كلام اثرته مع احدى القنوات الفضائية الشهيرة ولكن احنا معانا سيدة النائبة فريدة الشباشي تقول لنا حقيقة هذا الكلام سيدة النائبة يقال انك بتقولي انا بسد وداني ساعة الاذان والكلام ده منتشر بشكل كبير مساء خير عليك وعلى السادة المشاهدين انا اكتر حاجة بحس انها ربنا بيخلص اول باول من الاخوان اتبر جريمة لهم هي عدم الامانة والتشوير انا بطلب من حضرتك انك تشوف الحوار اللي انا قلته واللي كان مع كنسير الشيخ مبروك عطية والحقيقة اللي انا قلته قلت في السياق كلام كتير قلت انه انا سكنة في منطقة فيها جنبها منطقة شعبية بتطلع الميكروفونات كلها عشرين ميكروفون سوا تتداخل والاداء الادان مش بالطريقة المصرية بدرجة ان انا بسده داني من استريخ ميكروفونات احنا الميكروفونات دي جاتهم انتصر في السبعينات فقط يعني فكت وكملت كلامي قلت ان انا من وانا صغيرة بقى لما بسمع الشيخ عبدالبسط عبدالصمت بقى اشعر لانه العذوبة والجمال اللي افتوته يعني انا بطالب او بطلب او بتمنى ان الادان بتاعنا يرجع تاني زي ما كان كل الناس بتسمعوا ده مرة الشيخ عبدالبسط جيه فرنسا واحنا كنا معايا انا وعلي الشباشة ده ارحمه وروحنا معايا جامعة سنتار ارى قرآن والفرنساوين ما بيعرفوش عارفو بقوا يتقفوا يتصرخوا من جمال صوته ومن جمال اداء وهو بيقرى قرآن حتى من غير ما يسهم فلانا عايز اقوله ان الاصوات الكتير المتشبكة الخمستاشر ميكروفون ولا انعارس عشرين ولا كان فعنا بقى شوف خلي حد ييجي شوف انا عندي حق ولا لا انا كده بداسع عن الادان لكن هم طبعا يحطوا دي وما يحطوش ان انا بسمع طول عمري الادان بصوت الراحد العظيم الشيخ عبد البسطة عبدالصم ساذة فريدة الشباشي النائبة الشهيرة والاعلامية الشهيرة شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح زي ما انا بقول ناس بتتعمد انها تنشر اشياء وتذيع اشياء على غير الحقيقة وناس تتعمد ان تثير قضايا ومشاكل وازمات من شأنها ان تحدث استفزازا في الشارع للمصر طبعا كل ما نتمنى بالذات فيما يتعلق بخضايا الدين ان احنا بس نراعي ضمائرنا سواء في نسبة تصريحات للناس او فيما يقال عبر وسائل الاعلام العالم بيعاني من كسات كبير والكسات ده متوقع ان يضرب اقتصاديات دول العالم في الفترة المقبلة طبعا العكسات ده بعد ما زادت تكلفة النقل بنسبة خمسمية في المية متوقع ان ده يعمل زيادة في الاسعار وحيعمل طبعا زيادة ايضا في ارتفاع اسعار الطاقة احنا عارفين ان ده سببه الاساسي كورونا وتداعياتها في الفترة الماضية وشفنا حجم التضخم اللي حيخرج عن السيطرة اسعار الغاز الطبيعي زي ما انتم عارفين في اوروبا سجلت ارتفاعات بنسبة تصل الى 316% اسعار السلع زادت بنسبة 15% الى 30% في بعض الدول ومن متوقع ارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية قد تصل بالعالم الى ما يسمى بالركود التضخمي وده الخطر الاكبر اللي بيهدد اقتصاديات العالم ارتفاعات معدلات التضخم نتيجة لارتفاع اسعار السلع والمواد الغزائية ونتيجة للتغير المناخي اللي زي ما شفناه ضرب المحاصيل الزراعية في امريكا واسيا وادى لارتفاع الاسعار الارقام القياسية ازهرت حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر ارتفاع الطعام والمشروبات بقيمة تصل الى 13 وواحد من عشر في المية ده جي نتيجة ارتفاع اسعار مجموعة الخضروات كمان نسبة حوالي 38 وواحد من مية في المية ارتفاع اسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة تصل الى 18 و3 في المية ارتفاع اسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 14 و6 من عشر في المية بالاضافة ارتفاع اسعار مجموعة اللحوم والدواجم بنسبة عالية طبعا هذه الارتفاعات مشكلة حقيقية واحنا متوقعين ارتفاعات اكتر كله ده نتيجة للازمة العالمية على كل حال معنا الدكتورة يومن حماقي استاذ القصاد بجامعة عين شمس مساء خير يا دكتورة مساء الخير اهلا بك يا سيد يعني هذه الارتفاعات الجنونية اللحنا بدأت ومقبلين عليها في الفترة المقبلة كيف ترين السيناريو القادم نتيجة حالة التكدس العالمية هو في الحقيقة هناك عدة اسباب اسهمت في ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم ويمكن اكثر مما كان متوقعا من قبل الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات الاتحاد الامريكية والاتحاد الاوروبي هذه الاستفاعات من اهم اسبابها هي نمرة واحد انه بعد الجائحة كانت هناك دفعات كبيرة من التمويلات لمواجهة الجائحة فتم ضخ كم كبير جدا من الاموال فده كان في جيوب المستهلكين وبدأ يؤتي بأثاره بمعنى انه بعد ما الجائحة انتهت كان الصلب مرتفع ومازال العرض لم يستطع ان يلاحق الطلب يعني بمعنى الناس معهم فلوس ومش بس معهم فلوس ومتشوقين للاستهلاك يعني انهم نتيجة انهم اتأثل عليهم لمدة طويلة فالناس عندهم رغبة عنيفة في الاستهلاك فطاغى الطلب والاستهلاك ولم يقابل ذه ان الجهاز الانديكنار بالقدر الكافي في هذه الدول لمواجهة متطلبات الطلب فحصلت ارتفاعات الاسعار فده سبب مهم جدا السبب الثاني انه جي غز من هذا السلام ارتفاع اسعار البترول مؤخرا اسعار الطاقة يبقى لها تأثيرات مهمة جدا على الاخصوات وبالتالي معظم يعني مثلا الولايات المتحدة الامريكية الفيدرال ريزورب وكذلك البنك المركزي الاوروبي كانوا حطين خطط ان هما يحط يرفعوا سعر الفايدة من عشرين تلاتة وعشرين ويبتدوا يتتبعوا متسويات الاسعار طبعا الاسعار ارتفعت بشكل اكبر مما ينبعي هما ليه ما رفعوش سعر الفايدة وابقوها على حالتها لانهم عندهم امل انه يكون هذا الارتفاع الاسعار مؤقت بمعنى انه لما تبتدي حلقات العرض تبتدي تعود مرة اخرى والمشاكل كمان موجودة في سلاسل الامتاد لانه احنا عندنا نتيجة العولمة كان هناك اعتمادية من دول على دول اخرى في الامتاد على رأس هذه المواد العمل التأثير كبير في السوق العالمية هي المايكروشت او الرقائق الالكترونية اللي هي بتدخل في كل الصناعات الالكترونية وصناعات السيارات فهي كان بيتم انتاجها احتكاريا بصد مجموعة من الشركات في تايوان وفي كوريا الجنوبية طبعا وتصدين طبعا نتيجة لهذا النقص حصل تأثير على كل الصناعات المرتبطة بها التوقعات كانت انه مذال البنك المركزي الاوروبي يرى انه هذا التضخم يمكن ان يكون مؤقتا يعني بمعنى انه يعني لما تتحسن سلسل الامتاد ويستجي الانتاج يتحرك والعرض يستجي يساير الطلب فمن الممكن ان نعود مرة اخرى الى التوازن وكذلك الولايات المتحدة الامريكية يخافوا فمان يرفعوا سعر الفايدة لانهم مش عايزين ركوز يعني هما ما صدقوا ان قطاع الاعمال بدأ يشتغل عشان يشغل العمالة وبالتالي ما بيبقوش عايزين ان هما ارفعوا سعر الفايدة لان الرفع سعر الفايدة يعني ارفع تكلفة الاستثمار وبالتالي ده بيؤثر سلبا على الاستثمارات اللي هما عايزينها تنطلق عشان تزود الانتاج وتعمل التوازن ما بين العرض والطلق فده الوضع بالضبط في اقتصادات العالم طب انعكساته على مصر يا دكتورة انعكساته على مصر لابد ان مصر تتأثر بيه لان للاسف الشديد احنا بعد عملية التعوين كان عندنا هدف مهم جدا هو زيادة تنافسية الصادرة وزيادة احلال الوردات يعني انا المكون الصناعي عندي 30% من احتياجاته استيراض وللاسف انا ما نجحتش ان انا ازود المكون المحلي في الفترة الماضية لكن انا عملت جهد كثير في عملية التصدير النهاردة التصدير بيشهد نموه يعني جيد نقدر نقول عليه نموه جيد اخر ارقام ثلاث كانت المستاطرات يزادت من 29 مليار دولار الى 34 مليار دولار ما بين السنتين اللي فاتوا اللي هما 2019-2020 و2020-2021 ده نموه جيد جدا ولكن امكانيات مصر اكبر بكتير من هذا النموه اللي انا لازم اعمله في هذه المرحلة هو ضرورة الاهتمام بزيادة المكون المحلي من خلال الصناعات الصغيرة ضرورة الاهتمام بضبط الاسواق واحنا عندنا قليات كتيرة لضبط الاسواق على رأسها مكافحة الاحتكار لان احنا عندنا احتكارات ولابد ان نعترف بكده ولابد من مواكهة هذه الاحتكارات ولا تأثى ده الا لما يكون عندي قواعد بيانات بتكاليف الانتاج اللي هي بنسميها بلغة الاقتصاد البروداكشن انديكس انا لازم اعرف كل سلعة مكونات التكلفة بتاعتها ايه عشان اما اتعامل مع المحتاجر يبقى عندي البيان اللي اقدر اتعامل بيه بكفاءة وبالتالي ده مهم جدا في هذه المرحلة طبعا الجهود اللي يقوم بيها الجهاز الخدمة الوطنية والشرطة في التوفير ومصرية قطاع الاعمال العام الحقيقة لعب دور مهم جدا معنا سواء اثناء الجاحة بتوفير الادوية والمستلزمات او ايضا لما بتحصل ازمات بيبتدي ينزل ويبتدي احنا سمعنا مؤخرا عن شركات تابعة للقطاع الاعمال العام بيتم انشاءها لسه نعطر غزائية وبتدخل الوجبات المدرسية دي كلها مهمة جدا لكن القطاع غير الرسمي لازم ابتدي اهتم بان انا انزل اشوف مشاكله وحلهاله يعني انا ساعدت جدا بتوجه رئيس مجلس الوزراء للجلسة اللي عملها بالامس لاستماع لمشاكل البورصة والمشاكل الناس اللي بيتعاملوا مع البورصة والتوجيه بان كانت فيه ضريبة حتفرض وكانت فيه مشاكل وحل المشاكل فيه في نفس الجلسة النهاردة البورصة بنشهد انها ايه اصل طفرة فيها ده اللي احنا مستجينه نحل المشاكل على طول على ارض الواقع نفعل الطاقات الانتاجية لان مصر مليانة فرص وموارد هائلة والقضية هي ازاي عملية تنظيم استخدامها بكفاءة شكرا لك دكتورة يومن الحماقي وستاذي الاقتصاد بجامعة عين شمس ومعنا على الهاتف ايضا الاعلامية الصينية فيحاء وانج طيب معنا على السكايبي فيحاء من مساء الخير فيحاء مساء الخير هل معنا على الخط طيب الى ان تكون معنا الحقيقة يعني الوضع الاقتصادي في مصر الحقيقة الدولة المصرية بتحاول دوما ان يكون عندنا اجراءات الحماية الاجتماعية لكن الحقيقة امام موجة الاسعار العالمية وانعكساتها على مصر احنا محتاجين بالفعل مزيد من اجراءات الحماية الاجتماعية للناس الغلابة اللي حيبصوا يلاقوا الزيت ارتفع السكر ارتفع امور كتيرة جدا بالذات فيما يتعلق بالسلع الغذائية الاساسية ده امر مهم لا يجب باي حال من الاحوال احنا يعني هذا الموضوع عارفين ان فيه ازمة وعارفين ان فيه اوضاع صعبة بالنسبة لنا جميعا وكل ده انعكساته على المجتمع المصري اكيد مش هتكون سهلة بس احنا برضو زي ما انا قلت المرة اللي فاتت عايزين الرحمة الرحمة من بعض المسؤولين او اللي بيشتغلوا او اللي بيجوا وانا يمكن ضربت مثل المرة اللي فاتت بكشفين الكهرباء الناس اللي بتروح وتشوف عددات الكهرباء ده فيه ناس ما بتشوفش لكن بيجي لك اسعار وهمية الحقيقة الشؤة زي ما قلت برضو الشؤة مفروشة الشؤة مقفولة برضو بيحصل هذه الازمة يمكن تكلمني مسؤول كبير في وزارة الكهرباء وقال لي ان احنا بصدد عمل نظام افضل واكثر دقة اتمنى بالفعل ان احنا نشوف ده في الفترة المقبلة على كل حال عادت الينا مرة اخرى الاعلامية الصينية فيحاء وانج فيحاء مساء الخير مساء نور استاذ مصطفى بكري اهلا بيكي اهلا انا يعني الحقيقة لما طلع التصريح بانه دعوة من الحكومة الصينية بتخزين المواد الغذائية الناس تسألت هو ايه الموضوع بالضبط ما هو السبب في دعوة الحكومة للمواطنين بتخزين المواد الغذائية في الصين ايا اولا من المتوقع ان هذا الشتاء سيكون بارد للخاية ومن اجل ضمان استقرار اثار الخضروات والضروريات اليومية فشجعت وزارة التجارة الصينية المواطنين على تخزين الضروريات اليومية ومن جانب اخر فمؤخرا ازداد عدد الاصابات الجديدة في ورس كورونا في انها السيني وفي سبب انخفاض درجة الحرارة ومن اجل تشديد الإجراءات الوقائية مثلا إجراءات العجز الصحيح شجعت المواطنين على تخزين الضروريات اليومية هكذا طيب ايه الإجراءات أو تحركات الحكومة الصينية عشان تتفادى هذا الركود التضخمي في تقديرك يعني هذا شيء طبيعي وفي سنوات الماضي يوجد نفس إجراءات أيضا هو مش أمر إجباري بل تعليم فقط تشجيع للمواطنين نوع لإجراءات نعم فلا داعية للخاف ولا قلق المفرد وأيضا بانسبة للمواطنين العديلين فنحن يعني لا نخاف ولا نقلق كثيرا عموما شكرا لك الصحفية والإعلامية في حاء وانج من الصين شكرا جزيلا لك منذ أيام وزارة قطاع الأعمال أعلنت عن تراجعها في بيع أراضي شركة الحديد والصلب الحاجات اللي احنا حضرنا منها في هذا البرنامج قبل كده كان البيع ده حيتم من صالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكان طرح أظن كان المتر بخمسمائة جنيه في هذا الوقت النهاردة اتاخد قرار بأنها تطرحها بالمزاد أرض الشركة تطرح بالمزاد الكلام ده حصل بعد ما كانت الشركة القبضة للصناعات المعدنية وقعت عقد بيع ابتدائي مع شركة حديد الصلب لنقل لمساحة حوالي 30 ألف متر مربع مملوكة للحديد الصلب لتسوية مدونيات لصالح الشركة القبضة طيب الشركة كانت ستحصل على مقدمات مالية من هيئة المجتمعات العمرانية عشان تستخدمها في سدات تعويضات عمال الشركة يعني 500 جنيه في 30 ألف لكن بعد الغاء البروتوكول اللي وقعته مع وزارة الإسكان اللي وقعته الوزارة تقطع العمال مع الإسكان الشركة القبضة ستحصل على قرض بنحو 1 مليار و 25 مليون جنيه بعد الحصول على موافقة البرلمان لوزارة المالية بضمان الشركة القبضة طبعا القانون بيلزم الشركة القبضة بالحصول على ضمان من وزارة المالية صحيح عشان تتمكن من الاغتراض من البنوك وده اللي حصل في قرض الشركة القبضة للغز والنسيج أنا اللي أنا عايز أقوله هنا احنا حذرنا في البرنامج ده من بيع أراضي الحديد والصل بسعر 500 جنيه وقلنا مستحيل ده أراضي قدام التبين على طول عن نيل 500 جنيه ازاي طيب انت بتقول ان أنا عايز أحل مشكلة العاملين وديهم التعوضات بتاعتهم طب واحنا مفتكرناش إلا ده دلوقتي بان احنا نبيع طب احنا حذرنا برضه وكانوا تقال ان فيه الفلوس الفلوس جاهزة وحتوصل الناس لم يحدث ما حصلش احنا دلوقتي بندور نشوف ندبر الفلوس ازاي مع اننا عطلنا المصنع ووقفنا النمو وقلنا العمالي عدوا في بيتكم الحقيقة مثل هذا الاسلوب يحطينا أمام علامة استفهام يعني تطلع ليحة من وزار الخطاع العمال تصير ضجة كبيرة جدا عند العاملين والموظفين حوالي 250 وخمسين ألف في حال الضجر وزعلنين وتحدي يجي وضح لنا الموضوع قولونا عملتوا كده ليه قولونا بتنزلوا من الناس دي ليه وتجيب رئيس مجسدارة باربعين ألف وتجيب عضو منتدف بستين ألف وتعمل وتجيب كوادر وتديها ومستشارين وغير وغير يعني الرحمة بالعاملين بلاش ناخد خطوات إلا نكنا ناخد قرارات مهمة وصحيحة إنما بيع 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 بهذه الطريقة دي مشكلة كبيرة جدا دي خلينا برضو ننتقل لمشكلة السمات طلخة وإحنا دي أصرناها قبل كده وتكلمنا فيها وقلنا يا جماعة بتحصل أزمات في السمات وطلخة دي بتبيع سمات مدعم النهاردة مصير مجهول قدام الشركة دي قصة بدأت في أبريل الماضي صدر قرار بتطوير الشركة والجماعية العمومية وافقت على السمرار الشركة وتطويرها وتعاملت لجنة فنية عشان تنفذ التطوير ده اللجنة عملت شوية منقصات عالمية عدد من الشركات تم وتقدموا اختاروا منها شركة تقوم بالتطوير ده حصلت خلافات حول بنود العقد ماشي لكن من شهر أغسطس لا حس ولا خبر الموضوع تقفل ما فيش لا شركة ولا تطوير اتعامل لحد دلوقتي هل في خطة تانية رجعتولها عشان تبيعوا الشركة زي اللي حصل مع الحقيق الصل وللسيد وزير قطاع العمال منفذ من دماغه هذا الموضوع يا فندم القيادة السياسية رفضت الخطة اللي حالتها كنت عايز تعملها بانك تفكك شركة السماد وتنقولها على السويس النهار ده بنعطل طب ليه ليه بتعطلوا شركة السماد وحنا في أزمة سماد رهيبة الأيام دي ليه ما تشتغلش شركة الدلتر عشان ايه بنحط العراقيل أمام المراكب اللي ممكن تطلع وتمشي وتنقذ البلد شركة وقفة من يوم ما اتاخد قرار باني الشركة ما تتفككش ولا يحصل لها اي نقل ولا غيره ولا غيره والعمال هلله وفرحه ورئيس وزراء ادى تعليماته المباشرة بناء على طلب من القيادة السياسية باني الشركة دي هتبقى نيجي تاني نقول حنطور ما يتطورش شركة تقف زي اللي بتعمل ما حيصد في النهاية اللي لاقي نفسنا ما بقدمناش خيار غير كده طب ما انا بعطل الانتاج وبدفع للعاملين هم قاعدين ما بيعملوش حاجة شركة ما فاش حاجة دلوقتي اتمنى بالفعل وده نداء للسيد رئيس الحكومة يا فندم عينك على وزارة قطاع العمال يا فندم اللي بيحصل ده غلط اللي بيحصل ده مشكلة حقيقية يبقاش حضرتك واخد قرار باني الشركة تشتغل وما تتفككش ونيجي النهار ده نقول للتطوير النهار ده من شهر ابريل لغاية دلوقتي ما تشوفوا الرئيس بيشتغل ازاي يا جماعة ما تشوفوا الرئيس بيشتغل ليه النهار اي عقبة بتزال مشروعات بتتعمل كل يوم في مصر اجي في حاجة زي كده تخص العمالة وتخص اقتصاد البلد وتخص قضية الاسمدة هعطل شركة واحنا عندنا كم شركة سبعة شركات اللي عندها بناخد منهم خمسة وخمسين في المية سماد مدعم للفلاح والفلاح محتاج ده والازمة العالمية شايفينها شايفينها معكساتها فمنبقاش بقى قاعدين نتفرج على حاجة بشكلها انا بناشد السيدة ليسي وزراء الملف ده يا فندم يكون قدام سيادتك واتاخد فيه القرار اللازم والمطلوب واتمنى بالفعل النادي القضية تحسم وبسرعة شديدة طيب ناخد فاصل ثم نعود اليكم مرة اخرى لنكمل بقية الفقرات بعد الفاصل اكد النائب محمد اول عينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الاعمال المصري الاوروبي انه انا الاوان ان يكون لليابان منطقة صناعية متخصصة في شمال غرب قناة سويس واشار الى ان هناك مناطق لروسيا وبعض الدول الاوروبية ووجود مدينة صناعية يابانية للسيارات وكل ما يتعلق بهذه الصناعة بحيث تصنع في مصر وتدخل الاسواق الافريقية والاوروبية باسم صنع في مصر تابع ابو العينين خلال حفل تكريم اقامه المجلس المصري الاوروبي لو داع السفير الياباني بالقاهرة ان مصر لديها اتفاقات تجارة حرة مع 53 دولة في افريقيا ضمن اتفاق التجارة الحرة بالقرة وكذلك مع الاتحاد الاوروبي وايضا مع تجمعات وتكتلات اقتصادية حول العالم وهي دول يسكنها اكثر من مليار واشار وكيل المجلس النواب ورئيس المجلس الاعمال المصري الاوروبي ان من يتمركز في هذه السوق سيكون له اولوية ويكون قد حظى باستباقية في الترويج لمنتجاته وفي هذه الدول واثنى وكيل المجلس النواب على السفير الياباني قائلا باسمي وباسم كل اصدقائي من مجتمع الاعمال المصري نحييك ونحيي الشعب الياباني الذي يحترمه الشعب المصري حق احترامل مؤكدا ان الشعب الياباني خلوق وعملي ويتمتع بالقيم الرفيعة والادب الجم والشعب المصري ومجتمع الاعمال سعيد بهذه الشراكة وقال ان باب مصر مفتوح دائما امام السفير الياباني ماسكي توكي وامام السفراء الاوفياء المخلصين الذين يعملون للصالح تنمية الشراكة واشار لان السفير ماسكي من محب مصر وقام بعمل جيد ولابد من تقدير جهوده لانه اخلص في تطوير العلاقات بين البردين الفريق عبد المنعم الترس رئيس الهيئة العربية للتصنيع الحقيقة ان هذا الرجل وما يقدمه في هذا المجال وفي هذا الاداء الخاص بالهيئة العربية للتصنيع شيء بالتأكيد سيسجله بفخر تاريخ الصناعة العسكرية المصرية والعربية وايضا هذا التواصل المستمر مع كافة الجهات امس الاربعاء تم تكريم الفريق عبد المنعم الترس بحصوله على جائزة فخر الصناعة الافريقية في منتدى مؤتمر الاتحاد الافريقي للقطاع الخاص تحت شعار صنع في افريقيا الفريق عبد المنعم الترس تحدث الحقيقة عن العلاقة اللي بتربط بين مصر وافريقيا وقال على هامش التكريم ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت التعاون مع الاشقاء الافارقة في صدارة اهتمامها ايمانا منها بان افريقيا تستحق بثرواتها الطبيعية والبشرية ان تكون واحة للاستثمارات العالمية تكريم الفريق عبد المنعم الترس وتكريم للهيئة العربية في مصر والمنطقة قرم الاتحاد الافريقي للقطاع الخاص والذي انطلق تحت شعار صنع في افريقيا بحضور مكثف لعدد من الشخصيات الهامة حيث يأتي التكريم تأكيدا على دور مصر الريادي بين اشقائها الافارقة هو هذا التكريم الحقيقة هو تتويج لجهود الدولة في مصر واهتمام ست الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الصناعي وتنمية الصناعة ليس من اجل تلبيط مطارب السوق المصري فقط ولكن في دائرة الاهتمام الاولى لمصر الدول الافريقية والقرى الافريقية وبالتالي خلال الفترة الماضية تم انشاء مجموعة من الشركات وكلها تحت مسمى الشركة العربية الافريقية الشركة العربية الافريقية لاصناعات الطبية الشركة العربية الافريقية للدوحات المعدنية الشركة العربية الافريقية لانتاج مكينات الانتاج داخل المصنع وده الاول مرة هذا المصنع ينشأ فيه منطقة الشرق الاوسط بالكامل ولا توجيه من ست الرئيس لضمان نقل التكنولوجي وضمان توطين الصناعة وضمان تعميق التصنيع المحلي فنحن نتعاون في هذا الإطار مع شركات عالمية متخصصة من أوائل الشركات الكبرى سواء في ألمانيا أو في أي دولة أخرى فلدينا مجموعة من الشركات نتعاون معها ومن ضمنها طبعا الاهتمام ببناء الخضرات البشرية سواء للمهندسين داخل الهائة العربية للتصنيع أو الفنيين أو أيضا المهندسين والفنيين داخل مصر كلها وأيضا محجوز مكان مخصوص للأشقاء الأفرقى في التدريب والتأهيل طبعا هي الهائة العربية للتصنيع أكبر قاعدة صناعية موجودة النهاردة في مصر فيها تنوع كتير في منتجاتها في مصانعها حقيقة الثلاث سنين اللي فاتوا حقيقة الساتر فريق كان رئيس الهائة أخلالها فيها وما زالها مستمر معنا إحنا في حرقة من النمو والتغيير والتطوير لمصانع الهائة بالكامل لقطوط الانتاج بالكامل للكوادر الفنية الموجودة في المصانع بالكامل حقيقة في صورة صناعية متمشية مع السياسة الدولة متمشية مع توجيهات السيد الرئيس متمشية مع الكيادة السياسية وتوجيهاتها النهاردة إحنا دخلنا مجالات كتيرة النهاردة الأساس إن إحنا نرشد فطورة الاستيراد بشكل رئيسي وكبير والحمد لله إحنا عطاين شهد في الموضوع ده ومصرين نكمل إن شاء الله إذا قلنا إنه منطقة التجارة الحرة القرية طلقت تحت رئاسة مصر التحاد الأفريكي وإزاي إنه إحنا عايزين نفعل هذه المنطقة فلازم أن يكون عندي منطق أفريكي قوي دو معايير دولية منافس دو جودة عالية علشان كده لازم بقى هناك تصنيع وتصنيع قوي لذلك الحقيقة العربية التصنيع هي قلعة صناعية وتم منحها هذه الجائزة تحت رئاسة سادة الفريق منعم التراس لأنه يعني الهيئة أعطت نموذج مشرف للشركات الصناعية الكبرى والهيئات الصناعية الكبرى اللي ممكن تحتزي بها كل القطاع الخاص الأفريكي وأيضا هي بتجي رسالة لريادة مصر على الساحة الأفريقية والدولية يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بها الدين أبو شقة رئيس الحزب يوم السبت المقبل بذكرى عيد الجهاد الوطني الذي يوافق يوم 13 نوفمبر من كل عام هذا الاحتفال ظل مستمرة من سنة 22 حتى عام 1952 وهذا الاحتفال الحقيقة عيد الجهاد الوطني دا كان هو المقدمة الطبيعية لثورة 1919 وهذه الثورة العظيمة التي عبرت بالفعل عن وقفة المصريين في مواجهة المحتل الإنجليزي والمطالب الوطنية المصرية كانت ثورة وطنية قبل أن تكون ثورة دينية أو ثورة اجتماعية وإحنا شفنا الوفد اللي كان عايز يسافر في هذا الوقت أو قرأنا الوفد الذي كان يريد السفر كان الأول من ثلاثة أظن كان سعد زغلول وكان شعراوي وكان أبعزيز فهمي وأدي قعدوا مع المندوب السامي البريطاني وجادر وحارو لكن بريطانيا وقفت ضد سفرهم للحصول على استقلال مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في هذا الوقت فكان ده يعني مقدمة بالفعل حقيقية لثورة 2019 التي كان لها يعني دورها المهم جدا في تقديم صوت ورسالة من الشعب المصري بأنه يسعى إلى الاستقلال وصوت الوفد كان عاليا بقيادة سعد زغلول وبقيادة كل الرجال الوطنيين الذين كانوا خلف زعيم الوفد سعد زغلول في هذا الوقت جدل كبير حول مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح على لجنة الصحة في مجلس النواب دكتور حسين خيري نقيب الأطباء قال إن الهدف من القانون ليس حماية يعني ليس حماية فئوية لمقدم الخدمة الطبية ومنهم الأطباء وإنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له وبالتأكيد هذا القانون نقابة الأطباء بالتأكيد لها رؤية أيضا فيه ومن ثم يعني معنا على الهاتف الدكتورة إيمان سلامة عضو المجلس أو عضو نقابة العامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء دكتورة إيمان مساء الخير يعني أنا عايز أسألك عن هذا القانون وإذا كان لكم ملاحظات فيها كنقابة أطباء لا إحنا أصلا لنا ثلاث سنين تغللين على مشروع القانون ده وأجلناه قبل كده السنة اللي فاتت للصفر التشريعي ودي تاني مرة بنقدم نصخة جديدة في ثلاث مشاريع تاني مقدمين من نواف المشروع طبعا إحنا الثلاث سنين اللي فاتوا والشغل كتير واللقاءات المجتمعية كتير وعملنا عديدة عديدات كتير وحتى الدكتور إيمان أبو العيلة برضو المقدم مشروع قانون أيضا المشروع اللي قدمه كان قدمه قبل كده وعمل عليها عديدات تانية يعني سلطان الله يمكن التأخير اللي حصل ده إدى فرصة أحسن إن نطلع بمشروع قانون متوازن وكويس إن الحقيقة كل المقدم حاليا المشاريع كلها تحت حق الدراسة وكلها فيها حاجات هتفيد الخدمة الطبية عموما القوانين دي إحنا متأخرين جدا 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 بإقرار القانون ده يعني متكلم في كل البلاد اللي حوالينا عندهم قوانين ديها سنين ومستقرة لو حتى نبصها لأقرب حاجة جنبنا نصر من السعودية عندهم كان فيه لجنة زي اللي احنا متكلم عليها وديهم سنة كمان تقدموا أكتر من موضوع بس لجنة استقرار المسؤولية الطبية ده دواتي عندهم حاكم طبية بس فعني فعلا القوانين دي بتعمل استقرار في أداء الخدمة وبتصدف مصلحة الخدمة عموما سواء لمقدميها أو لمطلقيها من المرضى مهم جدا يبقى عندنا قوانين من النوع ده علشان لأسباب كتير أولا إحنا طبعا شايفين هجرة الأطباء والناس للسافر مش بس لسبب مادي كمان بإن ما فيش قوانين منظمة إحنا قوانين بتاعتنا من سنة خمسين وما قبل الخمسينات يعني قديمة جدا تحتاجة تحقيق تتكلم النهاردة على التليميدسين والعلاج عن بعض ومعندي ماشي أليات لتحقيق قانونية تحتضح المرضى ولا تخلي الطبيب يشعر في الأمان وهو بيعمل عمليات ذا كمهارة أو يتدخل في حالات خطيرة بتبقى الناس كلها الآن أنها لو دخلت في الحالات اللي فيها خطر حقيقي على صحة المريض هل لا قدر الله لو حصل مبعصاة من إجراءات المعقدة دي المريض هيروح يشتكيهم لسا عندنا يعني أكم من القضايا الصراحة اللي بتلاقي 14 طبيب من إنا بيتحاكموا في طفلة يعني أنقذوها من موت فرصيا يعني وتوأم بتاحها توثى بس فيعني وفي كتير تلاقي يعني الناس انقذت من موت محقق وبعد ما يعني حصل كومبليكيشن بسيطة أو مضاعفة بسيطة يعني ويروح يشتكي والدكتور يتحدث ويتفكم عليه بأرقام ضخمة كل الكلام ده بيخلي تخافة أنها تشتغل في نوعية معينة من العمليات المعقدة والطوارئ والتخصصات التي فيها رزق المسألة القضائية الكبيرة شكرا لك دكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء أيضا الحياة معنا الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب يعني الحياة فيه إنشاء مجلس صحي مصري الحياة الموضوع ده كان أبليكي دكتور مجدي في الدورة السابقة قد أثاره وقدم مشروع قانون في إطاره وأعتقدني هذا المشروع ستكون له إلى حد كبير جدا يعني إيجابياته على الصحة بشكل عام على كل حال دكتور مجدي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بحضرتك مع المعلمة ما هو أثر صدور هذا القانون على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن وأيضا أثره في النهوض بالخدمة الآمنة للمواطن تمام هو الحياة مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري ده أنا كنت قدمته فيه سنة 2018 صحيح ويعني واضح إن القيادة السياسية الحياة في هذه المرحلة ده توقف الصحة اهتمام ذلك وواضح جدا بدليل إن خانون المسؤولية الطبية سيارة النور أنا كنت قدمته في 2016 برضو في المجلس السابق وقانون أو إصدار قانون مجلس المصري الصحي الحمد لله بالأمس تم الموافقة على إصدار خانونه في مجلس الصحي هو الحقيقة لتقديم خدمة صحية آمنة بحاجة إلى توحيد ده ببساطة توحيد الشهادات أو المؤهلات اللي بيتمتع بيها كل ممارسي المهنة الصحية وليس التطبيق يعني الأطباء التمريد الأسنان الصحيات لك كل دول بحاجة إلى نوع من أنواع ضبط مستواه المهني التخصيص لهم بمزورة المهنة يبقى بناء على أسس عالمية محددة ثم رسم السياسات العامة بالصحة ولسيما في مجال العاملين بالمهنة الصحية والمؤسسات الصحية اللي حيتم فيها تدريب هؤلاء الأطباء والصحاب لا ولا عشان كده في إنجلترا على سبيل المثال في الـ GMT اللي هو المجلس الصحي للفريطان هو اللي بيقيم الأطباء هو اللي بيعلم الأطباء هو اللي بيشرف على تدريب الأطباء هو اللي بيعطي الشهادات للأطباء هو المعتمد الوحيد لشهادة الطبيب اللي يطلع لأننا في الوقت عندنا جهات كثيرة جدا في النص يمكن بناء على كده بتلاقي المؤهلات المهنية للأطباء والعملين في مجالات الصحية مش على نفس المستوى لاختلاف المقارب بتاعته أو الاختلاف الأماكن اللي بتمرنه فيها يعني وزارة الصحة بتمرن من خلال الزمالة ودي من سنة ثمانية وثمانية وثمانية صلع قرار بإنشاء هيئة تدريب إيزامي سنة 2016 القرار كان رقم 210 لسنة 2016 وده برضو بيقوم بنفس دور الزمالة والجمعة في نفس الوقت بتؤهل وتدارب من خلال ماجستيرات وديبلومات وحاجات عشان شهادة الطبيب أو المهني الصحي تبقى شهادة مهنية معترفة فيها في كل دول العالم دلوقتي أصبحت هناك ما يسمى الزمالة اللي فيها جزء نظري وجزء تدريبي نعم وبناء عليه لابد من وجود مجلس أعلى ممثل فيه كل الفئات أو كل الفئات المقدمة لخدمة الصحية أو المهتمة بالخدمة الصحية وبتدريب الأطباء زي الجامعات وزي وزارة الصحة وزي الفوات المسلحة وزي الخدمات الطبيعة للشرطة ومجموعة من وزارة الصحة ومجموعة من ثلاثة من وزارة الصحة أو ثلاثة من القليات القليات المختلفة وقليات قد الأظهر لأنها برضو لا تتبع المجلس الأعلى لكماعات فلابد أن تمثل كل دول بيجتمعوا على وضع المعايير والاستياسات العامة بخدمة صحية آمنة وخدمة صحية على مستوى عالي وكفاءة لكل مقدمي الخدمة الصحية شكرا لك دكتور مجد مرشد رئيس لجنة الصحة السابق في مجلس النوة في بداية الأسبوع الجاري قرر الدكتور وزير الأوقاف دكتور محبة مختار جمعة أنه يشيل كل صندوق التبرعات من المساجد وحدد مهلة عشر تيام عشان تتشال الكلام ده جي ضمن القرار الوزاري بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي وعدم السماح بوضع أية أموال في الصندوق القرار طبعا استثنى سرديق النزور بمساجد النزور المحددة بالقانون وربما يتم اتفاق مستقبلا مع الطرق الصوفية على هذا الأمر القرار تسبب في حالة من الجدل الشديد في الشارع المصري حوله ده وفع القرار وطريقة التبرع للمساجد مستقبلا ما هو مصير التجديدات المطلوبة في بعض المساجد هل ستتولى وزارة الأوقاف مصاريف التجديد ما مصير تقديم الأشياء العينية من مراوح وأعمدة إنارة وتكيفات للمساجد احنا الحقيقة محتاجين من وزارة توضيح أكثر لهذا القرار حاولنا الحقيقة تصال بالسيد دكتور الوزير يعني يبدو أنه في اجتماع أو حاجة بالشكل ده إنما ده قضية مهمة جدا نحاول بالفعل إن احنا نرد لأن الموضوع ده عامل ألأ دي أنا عايزة تبرع للمسجد بمروحة طب حتبرع بيه إزاي في واحد بيروح ويحط الإرشنات دول فبيتلموا وبيعملوا كذا مش كل الناس ممكن تبقى يعني وحشة لا في حاجات وحشة ما بنستثنيش يعني هم من التكرشل في الموضوع ده لكن بالتأكيد كثير من هذه المساجد في حاجة للتبرع في حاجة إن أنا ودي له تكييف في حاجة إن أنا ودي له مروحة في حاجة إن أنا أشياء عينية هتعمل معها إزاي بهذا الأمر فالحقيقة احنا نتمنى بالفعل الوزارة تطلع بيان توضح وترد على أسئلة الناس إن الموضوع ده بالفعل عامل حالة من الجدل الكبير في الشارع المصري أولادنا تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بعتونا شكاو كتير متعددة مضمونها بالمختصر احنا مش فاهمين حاجة من المنهج بتاعنا بقالهم أكتر من شهر بيحاولوا يفهموا المناهج موصوش لأي شيء وده اللي خلى أولياء الأمور كتير يبعتوا لأعضاء مجلس النواب يبعتونا عشان شوفونا حل في صعوبة المناهج مش بس المنهج صعب ده كمان يعني منهج كبير جدا ما يستبعوش التلميذ في المرحلة دي خاصة مادتين العلوم والريضيات عندنا مثلا منهج مادة العلوم لطلاب المرحلة الابتدائية زي ما بيقولوا بتشبه كتير مع منهج الصف الثاني السنوي الحياة دي قضية عاملة جدل كبير جدا نتمنى بالفعل أن ينظر إليها السيد الدكتور وزير التربية والتعليم نظرة الحقيقة يعني تحمي هؤلاء الأطباء وفي نفس الوقت تحرص على استمرار مستوام التعليمي معنا دكتور محبات أبو عميرة وستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة أين شمس دكتور أظنك سمعتي على هذه المشكلة اللي بيشتكي منها أباء كتيرون بأنه المناهج صعبة المناهج أكبر بكتير جدا من قدر استيعاب طلبه في رابع ابتدائي سالي خير مسام نوادكتور ها سيد النائب هو طبعا بس في البداية لازم ننوّل ان التطوير إلزامي يعني في جميع مراحل التعليم تمام علشان مصر ما تبقاش في الترتيب الأخير لكن خليني أقولك أن المشكلة السنة رابعة بالابتدائي بالذات أن فيه نقلة حصلت مفاجأة أن ما كانش فيه امتحانات فقولة وتانية وتالتة امتحانات فالسنة دي اللي هي رابعة ابتدائي هتبدأ فيها الامتحانات ده السبب الأساسي في الموضوع النقطة طبعا التانية برضو لازم نشير أن في رابعة ابتدائي فيه منهج احترام الآخر والقيم ده حاجة إيجابية وطبعا ده فضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فده حاجة إيجابية نيجي بقى نشوف إيه المشكلة المشكلة سيادتك زي ما أشرت فيه إسهاب وفيه إطالة رابعة ابتدائي في منهج الرياضيات تلتمية خمسة وعشرين صفحة لا لا كتير قوي قوي في ترم ماش في سنة في ترم وفي نفس الوقت فيه بعض الموضوعات فوق المستوى العمري للطالب لكن طبعا برضو إحنا عندنا حلول هل إحنا مثلا حنقول طيب نعمل إيه؟ إحنا محتاجين التشويق والتبسيط يعني لو إحنا مثلا شفنا في دول العالم في سنافورة قرية الجنوبية اليابان فيه تشويق وتبسيط فإحنا محتاجين الحاجتين دول علشان المنها جيبقى مبسط طب تقولي هنعمل إيه في الفترة دي بسرعة كده؟ إن إحنا عندنا نقدر نحفظ كم المعلومات اللي موجودة في ربع ابتدائي فيه بزداد في المواد الأساسية نعم العلوم ورياضيات والدراسات الاجتماعية ولكن بالنسبة بقى للأنشطة ما فيهاش إيه مشكلة الاقتراح التاني بقى اللي أنا بطلبه من الوزارة مفيش داعي بقى إن إحنا نعمل امتحانات في جميع المواد نركز امتحانات في المواد الأساسية ونقلل من كامل الامتحانات الشهرية ونحاول بقدر الإمكان إن إحنا المواد مثلا زي المهارات المهنية القيم واحترام الآخر تنشطة الموسيقية الحاجات اللي هي الفنية دي ما تضفش للمجموعة في نفس الوقت أنا شايفة كمان إن حيبقى فيه تقييم إلكتروني يعني لو لون الأحمر الطالب راسب لون الأخضر الطالب عنده ملحق لون الأزرق الطالب ناجح ده حاجة كويسة بس محتاجين إن المدارس نفسه يتدرب على أساليب التقويم دي لأن ستك فقد الشيء لا ما فيه شكرا لك دكتور محبات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجمعة عين شمس العميد السابق لكلية البنات بجمعة عين شمس بعد الفصل نواصل معكم بقية الفقرات الحل الأمني وحده لا يمكن أن يقضي على فكر الإخوان أو الفكر الإرهابي ولكن نحن في حاجة زي ما قال ست الرئيس أكثر مرة إلى قضية الوعي إلى قضية التثقيف إلى قضية تنمية إدراكات الناس ومفاهيمها وتعضيد قناعاتها اللي بتبقى مبنية على معلومة حقيقية وعلى واقع التاريخي حقيقي الهيئة العامة للكتاب الحيئة عملت موسوعة لزميننا دكتور محمد الباز رئيس تحليل الدستور الأعلام المعروف بعنوان المضللون وثائق أكاذيب جماعة الإخوان في خمس أجزاء تتبع فيها الحقيقة الجماعة الإرهابية على مدار تاريخها منذ بدايتها في العام 1928 في الإسماعيلية وحتى الآن دكتور محمد الباز عكف على إعداد هذه الموسوعة لكشف فضائح وتاريخ الجماعة هذه الجماعة التي ارتكبت جرائم في حق هذا الوطن واستمر هذا الأمر لعقود طويلة من الزمان ووصل أيضا في هذه الموسوعة اللي هي خمس أجزاء إلى مرحلة 30 يونيو وما بعدها الحقيقة احنا محتاجين لده محتاجين ان احنا يبقى عندنا تناول حقيقي انا بشوف الحقيقة مراكز أبحاث ودور نشر عربية كتير بتصدر رؤية منهجية رؤية منهجية بشكل حقيقي وبشكل مؤثر موسوعات بتصدر في دول عديدة عن تاريخ الجماعة عن تاريخ الإرهاب عن اللي حصل في مرحلة ما بعد ما سمي الربيع العربي أنا رأيي ده اسمه الربيع الإسلامي أو الربيع العبري نعم ده الربيع المستفيد الوحيد منه هو الجماعات جماعات الإسلام السياسي كلها وصلت للحكم بعد هذا الربيع وكلها فشلت سبحان الله قاسم مشترك الفشل قاسم مشترك للجميع لا قادرين يفسروا بين الدعوة والسياسي ولا قادرين يوجدوا حل للمشاريع والمشاكل والأزمات اللي بيعاني منها المواطن بأي حل من الأحوال فنتمنى بالفعل مزيد من الإصدارات نتمنى بالفعل مزيد من شغل مراكز الأبحاث في دراسة هذه الظاهرة أسبابها مسبباتها عوامل فشلها علاقتها بالدين لأنه في تقديري أن اللي بيتم ده بالأساس له أهداف أخرى أهداف فعلا سيطرة الجماعة على الدولة تفكيك الدولة وده مرتبط بمخطط شرق الأوسط الجديد زي ما قلت لكم قبل كده ورأوا أن هذا التغير هو القادر على تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد أنا بحيي الهيئة العامة الكتاب وبحيي كل دار نشر بقية الدكتور هيتم الحاج وبحيي كل دار نشر بتركز على هذه القضية وتعالج المسألة معالجة فكرية صحيحة عندنا مشكلة الحياة بعتهاننا زمينا النائب هشام سعيد الجاهل النائب رشيد عن المواطن أو يعاني أطفال المواطن ماهر معوض محمد عبدالقادر اللي توفي بتاريخ 30-12-2015 في حد السيارة بدرنا في ليبيا ودفن بالأراضي الليبية بيعانوا من عدم وجود شهادات ميلاد أو أي أوراق لهم السيد ماهر توفي وترك ثلاث أطفال وللأسف بدون أوراق نظراً لأن المنطقة الشرقية كان فيها مشاكل سياسية وعسكرية منذ عام 2011 هيا احنا بنعرض الموضوع على السيد وزير الداخلية واحنا على ثقة بأنه بالتأكيد سيجي تحلاً لهؤلاء الأطفال المصريين اللي معهمش أي أوراق تثبت هذه الحالة أو هذه المشكلة بأي حال من الأحوال الرئيس عفتاح سيسي في باريس عشان يحضر بدعوة من ماكرون اجتماع خاص بليبيا والأزمة في ليبيا مصر بتتحرك في كل الملفات مصر فهم كويس قوي أبعاد الأمن القوم المصري والعربي وصول الرئيس عفتاح سيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا لأنه معني بالأساس مصر معنية بالأساس في هذا العمل سفير بسام راضي المتحدث الرسم باسم راس الجمهورية قال أن مؤتمر باريس الدولي ده حول ليبيا يعد محطة مهمة في إطار العمل الدولي للتعامل مع الأزمة الليبية والممتدة منذ 2012 حتى الآن ومرت بمحطات متعددة من فترة انتقالية زي السخيرات إلى خريطة الطريق لبرلين إلى إعلان القاهرة وحاليا بتمر بمرحلة حساسة ومفصلية ودقيقة في تاريخ ليبيا والشعب الليبي ده تأكيد على دور مصر محوري في المنطقة كلها تأكيد كمان على اهتمام مصر بشكل خاص بالملف الليبي ولديها رؤية واضحة عبرت عنها أكثر مرة عبر عنها السيد الرئيس في اتصاله مع رئيس المجلس الرئاسي إلا في مؤخراً تكلم على دورة إجراء الانتخابات في موعدها ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية الحفاظ على وحدة ليبيا واستخلالها ورفض أي محاولات للتقسيم واستعادة ودعم وتقوية مؤسسات الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية في ليبيا طبعاً احنا شايفين الإخوان بيحاولوا إفساد الانتخابات بكل الطرق شفته الجدع خالد المشري اللي هو رئيس بيسمى نفسه رئيس المجلس الأعلى للدولة دعا بكل صراحة إلى إفشال هذه الانتخابات وحصار مفوضية الانتخابات لبنعها من أداء مهمها شوف الإرهاب وبعد ما خلص البقين دول واشتغل على تحريض وجاب الأسرة اللي عنده اللي في المجلس الأعلى وقال له امضوا على هذا البيان سافر عند تركيا وقابل رئيس أردوان وقابل وزير خارجية تركيا طيب خالد المشي ذهب لتركيا عشان ينسف الانتخابات والمصار السياسي كله قال علناً أنه بيرفض خروج القوات الأجنبية المرتزقة من ليبيا وأن الاتفاقيات اللي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا هي قانونية وشرعية في نفس الوقت أيضاً مليشيات الإخوانية زي ما أقول لكم بدأوا يصدروا بيانات ويهددوا فيها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء من مجلس النواب بسبب إصدار البرلمان لقانون الانتخابات خالد المشري وتنظيم الإخوان بيديروا عملية متكاملة لإبساد هذه الانتخابات ونسفها من الأساس الهدف استمرار حالة الفوضى استمرار سيطرة المليشيات المرتزقة الإخوان عارفين كويس قوي إن إجراء الانتخابات معناها سقوطهم زي ما حصل في بلدان أخرى وعلى فكرة هم في أول مرة أظن كانوا جابوا 18 مقعد في تاني مقعد مرة في انتخابات تاني مرة اللي هي كانت أظن في 2014 جابوا كلهم على بعض 30 مقعد فلو وجود حقيقي لهم الشعب الليبي شعب واعي وفاهم الشعب الليبي مستمر في هذه العملية العملية الانتخابية وتتم في موعدها الشعب الليبي عايز يخلص من المليشيات عايز يخلص من المرتزقة عايز حكم قوي يبقى واقف على أرض صلبة في ليبيا انتخابات الليبيا حتتم خريطة المرشحين للانتخابات الليبيا بتتغير كل يوم مشير خليفة حفتر ما زال على رأس المرشحين ونال يعني عمل استمرات اللي هي الترشيح جمع حوالي 200 ألف تفويض شعبي لخوض الانتخابات اسم سفر إسلام ما زالت ردد أظن 12 ألف يعني التوكيل لكن ما أعلنش هو ولا أي حد إلى جواره في هذا الأمر مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية اللي بيكشف أن رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبيا بيعتزم أيضا الترشح للرئاسة اسمه فاتح باشاغة مطروح لووزير الداخلية السابق على قيمة المرشحين أعتقد أنه حتبقى فيه أسماء تانية موجودة ممكن تبقاش فيه عارف الناية ناوي ينزل الشرع قيلة صالح لم يحدد أو ما فيش حد جاب سيرة أنه حيترشح في الانتخابات الرئاسية لكن في كل الأحوال بمجرد ما أعلن أن المشير خليفة حفتر ناوي ينزل انتخابات اشتغلت للدنيا كل لأنه فيه ألأ ما خالد المشير ده طالع ليه طالع لأنه خايف أن المشير خليفة حفتر يبقى رئيس الدولة طب يعمل حاجة ما دي انتخابات حرة ونزيها والأم المتحدة يبقى مشرفة عليه ومجلس الأمن أوقف ما سمي بتحقيقات حول ما يسمى بالدعاءات كاذبة حول محكمة المشير بمقابر جماعية زي اللي عملوا مع صدام حسينيان بدأ اللعب كبير جدا ضد المشير خليفة حفتر محاولات من الخارج ومحاولات من الداخل مؤامرات تستهدف أن تمنع المشير خليفة حفتر من الترشيح الرجل ساب والتزب بالقانون وسب القوات المسلحة وأوكلها لرئيس الأركان ليتولاها لمدة ثلاث شهور خد الإجراءات القانونية اللي حديدها القانون ملتزم قعد بعيدا عن المؤسسة العسكرية وبدأ أنصاره يشتغلوا في الشارع وبدأت اللقاءات تتم مع رموز القبائل والعائلات والقوة السياسية سواء كان في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب لأنه هو عارف أنه دي انتخابات الأسية في أصوات تكتلات هنا وتكتلات هنا لكن بيقدم نفسه في الانتخابات ورصيده في ذلك هو مشروع الكرامة من 14-5 من 16-5-2014 اللي حرر بمقتضاء أكتر من 80% من الأرض الليبية واجه ميليشيات واجه عمليات اختيال وغير ذلك الدبيبة كذلك الحال أنا رئيس وزراء وحرشح نفسي صحيح أنه ملتزمش بالثلاث شهور زي اللي امتقال عليها القانون ودي عقبة كبيرة لكنه أعلنوا عن ترشيح نفسه آخرين أعلنوا عن ترشيح أنفسه تبقى في عملية ديمقراطية مهمة جدا مصر على الحياة حتى الآن دخلتش في انتخابات ولا ألت أحنا مع فلان ولا مع الله دي انتخابات الشعب الليبي والشعب الليبي هو صاحب القرار فيه لكن لعبة من تحت الطرابيزة لعبة الإخوان واللي بيدعمه الإخوان ما هو في علاقات في علاقات مع إسرائيل وفي علاقات مع حيثة تانية كتير تتكشف حقائق كبيرة مهمة زي ما قلت لكم هم في طوال مشروع الشرق الأوسط الجديد صحيفة هارت الإسرائيلية خرجت بأجذوبة هدفها ضرب مشير خليفة حفتر قالت ان صدام نجل مشير خليفة حفتر زار تل أبيب سرا عشان يعمل تطبيع دبلوماسي ويحصل على مساعدة عسكرية يا سلام يا سلام يعني إسرائيل تجيب سلاح لمشير خليفة حفتر وتديره دعم دبلوماسي بأي معنى وهو مواقفه سابتة ومعروفة في هذا الإطار طيب الخبر الكاذب ده اللي هو انكاس للحملات اللي موجودة الآن ضد مشير خليفة حفتر أساءل حقيقة أو أثار استياء قطاعات كبيرة جدا في الداخل الليبي وفي الخارج أيضا لمعرفتهم بالشخصية العربية للمشير خليفة حفتر ودوره كانت في حرب اكتوبر 73 وسعيه الدائم إلى انه يرفض بأي حال من الأحوال مثل هذه الأمور بالطريقة اللي احنا شايفينه وفي له تصرحات أوروبية وقومية في هذا لشان ولان الخبر ده لا أصلا له إلا في عقول الكذبين جاء النفي للزيارة من رئيس رابطة يهود ليبيا اللي هو أصلا معروف بعداؤه للمشير خليفة حفتر كتب على صفحته على الفيسبوك نفى كل ما تم إشاعته من مكينة الإعلام الإخوانية وأكد ان دي حرب إعلامية كلام ده قالوا قال انه اتصل بوزارة الخارجية اللي بيه كنت تتمنى نشوفوه يعني يتمنى يعني يباني أفضل كده انه اتصل بوزارة الخارجية الإسرائيلية وسألهم على هذا الأمر ونفت وزارة الخارجية نفيا قطعيا أن يحدث ذلك كون بقى ناس بتوصل هنا معلومة واللي بتاء معلومة ياخدوها سنادا إلى صحيفة إسرائيلية لكن الحقيقة انه لا أحد يستطيع أن يقدم على هذا الأمر بهذا الشكل وبهذه الطريقة طب ما يطلع يقاب المندوب في أي عاصمة ورحيل ونقض طيارة وينزل هو عارف إن إسرائيل أصلا ما فيش حاجة باستخبى فيها لكنها الحرب القذرة التي تريد من الآن أن تستخدم كل الأسليب غير المشروعة والإدعاة الكاذبة في مواجهة المشير خليفة حفتر التطورات تتلاحق في السودان الشقيق منذ قليل أصدر الفريق أول عبد فتاح البرهان القائد العام من قوات السودانية قرارا بتشكيل مجلس السيادة الجديد مجلس السيادة الجديد يضم الفريق أول عبد فتاح برهان رئيسا الفريق محمد حمدان حمدتي نائبا له وشمس الدين كباشي ومالك عقار والهادي إدريس يحيى أعضاء بالمجلس كما شمل المكون المدني للمجلس كل من رجاء نيكولا وبالقاسم محمد ويوسف محمد وسلم عبد الجبار وعبد الباقي عبد القدر مصادر مطلعة أفادت بأن هناك توقعات بإعلان اسم رئيسة الحكومة أظن طرحين اسم هنود أبيا كدوف لكن حتى الآن نقدرش حد يحسب بهذا لكن كل ما نريده أن يحدث الأمن والاستقرار في البلد الشقيق ليس فقط لأن أمن السودان مرتبط بأمن مصر ولكن أيضا لأننا دائما نتمنى الخير للشعب السوداني ونحن على ثقة أن المجتمع المدني والمكون العسكري بالتأكيد أبناء شعب واحد ويهمهم في النهاية أن نصل إلى بر الأمان لاجب أن نسمح بأي حال من الأحوال أقصد الشعب السوداني بسيادة الفوضى لابد أن نتوصل إلى حل مقبول من قبل كلا الطرفين الشعب السوداني أيضا شعب واعي ومدرك وفاهم وشعب متقف جدا مصر كما قلت على الحياة يمكن تقروا بيان الخارجية المصرية اللي صدر مع بداية الأحداث اللي هو تمنى للشعب السوداني أن ينعم بالأمن والاستقرار نحن لا ثقة لا صلة لنا بما يجرى إلا أن نحدد هذا الموقف زي اللي بقوله في البيان الصدر عن الخارجية المصرية ولكن كل مصري يتمنى لأشقاءه في السودان أمنا واستقرارا ونهوضا وبإذن الله بالتأكيد السودان بأبنائه المدنيين والعسكريين سيصل إلى هذه المرحلة بإذن الله تطورات مهمة في سوريا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بالزايد توجه منذ يومين إلى دمشق قابل الرئيس بشار الأسد وتكلم مها وأكد على عدد من الأمور المهمة واحد أن دولة الإمارات العربية مع عودة سوريا إلى العالم العربي أو إلى مقعد سوريا في جماعة الدول العربية أن دولة الإمارات ترفض أي تدخل في الشأن السوري أن دولة الإمارات ترى أنه من الواجب الآن لملمت الخلافات العربية في هذا الوقت هذا ما قاله الشيخ عبدالله بن زايد وفقا لمصادر عليمة سوريا كمان بعد هذه الزيارة والرئيس الأسد تأكد أيضا على ذات المعاني وعلى يعني أن سوريا جزء من العالم العربي وتتعرض لمؤامرة كبيرة وأنه في قاسم مشترك أيضا وهو مكافحة الإرهاب والقوى التي تريد تمزيق الوطن السوري تحت الدعاءات عديدة ومتعددة كمان النهاردة وقعت وزارة الكهرباء السورية مع تجمع لشركات إماراتية على عقد الإنشاء محطة كهروضوئية بقدرة 300 ميجا وات المنطقة دي هتتعمل في ريف دمشق ده كله يعني أننا على طريق مصلحة شملة في المنطقة بتحط المصالح وأولويات الأمن القوم العربي في الصدارة وأعتقد أن المقعد السوري في الجامعة العربية وفي القمم واجتماعات وزارة الخارجية لن يكون خاليا هذه المرة في القمة القادمة وأتمنى أن ده يحصل بأي حال من الأحوال لأن سوريا بلد عربي سوريا تعرضت لمؤامرة ولا تزال تتعرض لمؤامرة سوريا بلد يمد يده بأشقائه العرب جميعا وعايز أذكركم بموقف مصر اللي أعلانه الرئيس عفتاح السيسي يمكن مش حتى لما بقى رئيس نمكن هو وزير دفاع كان دايما بيأكد أن سوريا بلد عربي وكان بيأكد على وحدة الشعب السوري على عدم التدخل في الشأن السوري بأي حال من الأحوال ده كان موقف ثابت وأذكر أيضا بما قالوا أمام مجلس الأمن في 2016 كان كلام واضح ومحدد أحنا مع الأمن السوري مع الاستقرار على أرض السوري دي مواقف ثابتة ومبدئية وأظن أن عملته دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا هو رسالة للجميع بأنه حان الوقت أن نطوي الخلافات مع هذا البلد العربي الشقيق كل ما نتمنى بالفعل أن القمة القادمة تكون سوريا دولة فيها أن الأمن القومي العربي يكون هو العنوان لكل العرب أتمنى بالفعل أن نحن نبحث في كل مشاكلنا نشوف اللي بيحصل على أرض اليمن اللي بيدمي القلوب اللي مسبب لنا جرح غائر وإحنا بنشوف اليمن وبنشوف أطفال اليمن ونشوف الأزمات اللي موجودة في اليمن اليمن بلد غالي علينا إحنا كأمة عربية لما بنعد مع أخواننا اليمنين في القاهرة ونشوفهم في أي احتفالات أو أي أفراح أو أي حاجة يشكل اليمنيون من الحالة التي وصل إليها بلدهم يطالبون بدرورة إنهاء هذه الأزمة وإحنا عندنا مخرجات الحوار وعندنا قرارات مجلس الأمن وعندنا الحياة دايما مصر إلى جانب أشقاءها الخالجين نطلوب بالفعل في الفترة القادمة أن نحن نكسف جهدنا لنطوي هذا الملف وننهي إلى غير الرجعة أما إذا استمر الحال بهذا الشكاعة كل يوم بيشوف ألاف الضحايا أطفال يموتون نساء وغير ذلك من الأمر بينا نشوف منظر الدماء للنهار كمان اليمن في بلدان عديدة برضو بيعاني بيعاني من مشاكل وبيعاني من أزمات وبيعاني من جوارس حقيقية اليمن لا يستحق هذه الكارثة التي تحيط به من كل اتجاه اليمن يصرخ في العرب وفي العالم حلوا الأزمة اليمنية شفوا حل شفوا طريقة لإنقاذ شعب اليمن من الفناء والدمار شفوا طريقة لإنقاذ أطفال اليمن اللي لا بقى في مدارس ولا بقى في صحة ولا بقى في علاج ولا بقى في غذاء كمان خلونا في عالمنا العربي صدر حناي لليمنين اليمنين طول عمرهم يقدموا الكثير للأمة العربية الإنسان اليمني إنسان منتمي بطبعه زو حضارة زو تاريخ زو انتماء قومي عربي أصيل لا كنت تبشي في شوارع اليمن ومناطق عديدة في صنعاء القديمة وصنعاء الجديدة شوف صور عبد الناصر وصور القادة التاريخيين في كل مكان يكلمك على مصر الآن تسمع اليمنين يعني أنا قاعد فترة كده من مجموعة قاعدين مجموعة من اليمنين وتكلم السفير اليمني محمد مريان على دور مصر في زمن السيسي في حماية الأمن القومي العربي كلام معترم إحساس بكل جوارحهم ومشاعرهم بدور مصر ودور الرئيس السيسي كل اللي قاعدين كان نفس الكلام أن مصر انتقلت نقلة حضارية أن مصر طول ما هي سند قوي أزمة اليمن حتتحل وإني استقرار مصر اللي حققه الرئيس السيسي وحققه جيش مصر وحققت شرطة مصر هذا الأمر بالفعل يمكن أن يكون دافعا لحل مشكلة اليمن وكل المشاكل الأخرى دي موجودة في قناعات اليمنين اليمني إنسان يعرف الجميل ويعرف يرد الجميل ومصر بالنسبة لهم كبيرة وقوية وفاعلة وعمرها عمرها مبليها أهداف ذاتية أهدافها متعلقة بالأمن القومي احنا ايه هدافنا في ليبيا غير حماية ليبيا والأمن القومي لليبيا اللي هو مرتبط بالأمن القومي العربي احنا ايه مشكلتنا في أي بلد آخر في سوريا في العراق احنا بنطلب بلتمنى بالفعل إن هنوصل إلى درجة ان احنا يبقى بيننا أرضية مشتركة يا جماعة احنا أمة واحدة احنا شعب عربي واحد ولازم نحرص على هذا الأمر بكل ما نملك وبكل عطاء وبكل قدرة على التفاعل مع المتغيرات الحديثة اللي احنا بنعيشها هذه العيام لا يمكن الحديث عن القوم الأمن القومي العربي دون الحديث عن فلسطين فلسطين قضية العرب المركزية قضية اللي احنا تربينا عليها محور النضال العربي على مرض سنين طويلة فلسطين لا تنسى تضحيات شهداءها شعبها زعماء لا يمكن أن تنسى اليوم بتمر الذكرى السابعة عشرة لرحيل القائد والمقاتل والمناضل التاريخي الشهيد ياسر عرفان هذا الرجل الذي قدم عمره كله للقضية الفلسطينية أكثر من 40 سنة خذ المعركة تلو المعركة قاتل حتى الرمق الأخير ورحل شهيدا كما كان يريد وكما كان يردد دائما ياسر عرفات هو صفحة النضال الفلسطيني الناصع هو وجه المقاومة الحقيقية من أجل الوطن تمر السنوات ويبقى أبو عمار في عقل ووجدان وقلب كل فلسطيني بل كل عربي مخلص لقد عرفت أبو عمار عن قرب كنت ألتقيه بالساعات في مصر وفي تونس وفي الأردن وفي لبنان ربطتني به علاقة استمرت سنوات طوال ربما منذ عملت في الصحافة في عام 79 كنت أدرك تماما أن أبو عمار شخصية استثنائية رجل التف حوله الجميع كانت وجهته وقبلته هي فلسطين من أجل فلسطين عاش ومن أجل فلسطين رحل سمموه تآمروا عليه كان شارون يعد لخطة الإبعاد أو القتل ولكن عندما سافر باريس وعاد ورحل قيل أنه أنه استشهد بالسم وظلت التقارير تخرج لتؤكد أن أبو عمار قد جرى تسميمه ورحل شهيدا بعيدا لكن الحقيقة النضال الفلسطيني لا يتوقف مستمر بقيادة رجل لا يقل وطنية ولا يقل انتماء ولا يقل نضال وكفاح الرئيس محمود عباس أبو مازي هذا الرجل الذي يتعرض لحملات عديدة ومتعددة هذا الرجل الذي وصفه ليبرمان بأنه إرهاب دبلوماسي هذا الرجل الذي تحدى أوباما وصمم على أن يدهب للأمم المتحدة حتى تكون فلسطين دولة مراقب وصمم على أن يضم فلسطين إلى المنظمات الدولية هذا الرجل الذي رفض وقاتل في مواجهة صفقة القرن وكان الموقف الفلسطيني موقفا قويا منعوا عنه المال فالدغوس اللاجئين وغيره 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 أغلقوا مكتب منظمة التحرير في واشنطن إجراءات تعسفية إرهاب كان يمارس ضده لكنه ظل صامدا وعندما طلبوا أن يلتقوا بوفد فلسطيني قال أبو مازل لن نلتقي أي مسؤول في الإدارة الأمريكية الحالية إدارة ترامب التي وقفت بكل قوة وعنف في مواجهة حقوق الشعب الفلسطيني ومنها الحقوق المالية والحقوق السياسية وحقوقه التي جسدتها قرارات مجلس الأمن وإصرار ترامب على أن ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس ستبقى فلسطين طالما بقي الرجال وستبقى فلسطين طالما أن هناك عزيمة وإصرار نحن نربي أبناءنا على فلسطين على أرض فلسطين كل فلسطين نتمنى الوحدة الوطنية الفلسطينية مصر تبذل كل جهودها تعليمات الرئيس عبدالتاح السيسي الذي الذي يحمل رسائل مستمرة للوزير عباس كامل رئيس المقابرات العامة الذي يذهب ويقابل كل الأطراف ويبذل هذا الجهاز العظيم جهوداً غير عادية من أجل الأملمة الشتات الفلسطيني والشمل الفلسطيني من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين من أجل أن نضح حداً لإستمرار هذه الحالة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني المشرد في كل مكان أبو مازن قدم خطاباً أو رسالة للشعب الفلسطيني في ذكرى رحيل واستشهاد المناضل ياسم عملية إجرامية استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازمي يوم الحد اللي فات هجوم إرهابي تم بثلاث طيارات مسيارة الهدف كان اغتياله في محل إقامته وسكنه محاولة الاغتيال اللي نجع منها القازمي دي تعتبر نقطة خطيرة هدفها بالأساس إفساد العملية السياسية ووقف إعلان النتيجة بتاعة الانتخابات النهائية لأنه جرى أيضا متابعة وبحث المسائل الورقية والنتائج الورقية في أزمة بتتصعد في قوة معروفة بعينها بتعترض عن نتائج الانتخابات السؤال مين وراء محاولة اختهال القازمي طبعا ده معروف ويمكن الكازمي أشار بأنه عارف الهكادي وحمل قوة بعينها مسئولية هذا الأمر ومسئولية ما جرى من محاولة لاختياله الرئيس عفتاح السيسي اتصل بالكازم وهنقه بالسلامة ولكن لن نستبق نتائج التحقيق ولكن لكل عارف أن هناك من يريد إفساد العملية السياسية أن هناك من يرفض أن يأتي الكازمي مرة أخرى رئيس للوزراء ليه إن كازمي وضع شرط أساسي وهو تحقيق الأمن والاستقرار تحقيق الأمن والاستقرار مسألة مش سهلة في بلد تغلغلت فيه الميليشيات في بلد الرجل القاتل يا من قتلت كيجيشه وتدمر العملية السياسية فيه وتعمل خلافات ما بين أهلنا أهل العراق وتحاول أنك أنت تمزق العراق طائفيا وعرقيا وتتآمر على دول الخليج مؤمر على الخليج لا يمكن حد ينساها برضه وتتحالف مع قوة أخرى لكل ذلك نقول الحديث عن أي مخططات خارجية زي اللي حصل عندنا في بلدنا ما كان مصر مطلوب بنا تروح برضه وكان عالمنا العربي كله مطلوب إعادة تفكيكه وقال إيه ابنوه من جديد زي الأولاد اللي كانوا بيطلعوا لك لازم نهد مصر عشان نبنيها من جديد الحمد لله ربنا ورانا فيهم يوم اللي طلع عاملة بسط بشعار بتقول في إيه إيه واللي ألعب دماغه واللي قاعد يرقص شوارع لندن وفي شوارع أمريكا واللي مش قادر يطلع من الشارع كل من استهدف الجيش المصر واستهدف الشرطة المصرية عمرنا ما حننسى ده لأن دي بلدنا ولأن دي مؤسسات الدولة المصرية ولأن احنا دفعنا تمن كده شهداء كثيرين ولأن التاريخ لا ينسى كان زمانه في مدان التحرير يقولك القائمة السوداء حطوني أنا وحطوا مش عارف مين مش عارف مين مش عارف مين مش عارف مين أزلام النظام السابق احنا كنا ندافع عن الدولة المصرية كان يقولوا علينا عملاء المجلس العسكري كان شرف لنا أن احنا ندافع عن جيش مصر ضلعونا كده بلبسوني كده لو ونشروها على البتاعة لو ده احنا الواحد لو جندي في الجيش المصري شرف ده في يوم الأيام شيخ الدكتور سلطان القاسيم كنا في جامعة القاهرة وقف أمام الجميع وقال في الوقت اللي كانوا بيستهدفوا فيه جيش مصر عزائي الجندي المصري على راسي يا سلام ضجت القاع بالتصفيق وقفنا كلنا لهذا الرجل العظيم القومي العروبي اللي بيقدر فعلاً يعرف قيمة جيش مصر ويعرف قيمة شرطة مصر اللي معرفهاش بعض أبناء مصر أو المنتمين إلى مصر أو المحسوبين على مصر لما نشوف ناس بالشكل ده عندهم الإيمان بهذا الجيش العظيم على البعض أن يخجل من نفسه احنا مع الدولة ممكن نختلف مع الأنظمة عادة فيه نظام صح فيه نظام غلط فيه خطوة صح فيه خطوة غلط احنا مع الشعب لكن أنا مع الدولة فرق كبير جداً بأنك تبقى رجل دولة ومع الدولة وبين أني بقى لك موقف سياسي أنا لو قلت الوزير الفلاني ده كذا أو قلت والله النظام فيه كذا هبقى منافق بيش ده النفاق أبداً الدفاع عن الدولة ده ثوابت أساسية تتحمل فيها زي ما انت تقدر فيه ناس بتكش فيه ناس بلونين رايح جاي فيه ناس تبتز الدولة عشان يبصوا لي عمل نفسي معارض واخبط كلمتين هنا وكلمتين هنا فييجوا بقى الجماعة وقولك يا مش عارفين لمه واحتوى ماشي الاحتوى مطلوب بس علينا ان احنا نعرف كيف سأقول ان الدولة دراحة ما بتلويش وان جيش مصر أعظم من أن ينالوا بعض السوفهاء وان شرطة مصر اللي بتقدم شهداء بتدافع عن البلد واجهزتها الأمنية كلها أمن وطني أمن جنائي غيره 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 الناس اللي بتدافع عن البلد بتضحي بتنام و هي بتحرصك بتحاول تطور زي ما اقولت لكم لسبوع فاني أنا رحت المجمع بتاع الإصلاح والتأهيل اللي موجود في ودي النطرون وقام اللي هو طارق مرزوق مساعد زير الداخلية وتكلم فصل اللي موجود وزورنا نزلنا تحت ومشينا خدنا اللي هو نصر محدين وقعدنا اللفهم دي العلاقات مساعد الوزير العلاقات والأعلام وقعدنا اللف في كل حتة والله اللي هيشوف المكان ده يقولك ده منتجع ده مش مش ده لمين حداشر سجن ويجايبين ومحيعملوا حاجات تانية واحد بيقول لنصر بيه بيقول لفندم ده أنتو بتدلعوا المساجين قال له دي حقوق الإنسان اللي احنا بنعمله ده حقوق الإنسان حد سأل وزارة الداخلية عمل لده ده ازاي وترجمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ازاي الرئيس اللي بيقوله مهتم بالحجر واسايب البشر هم دول مش بشر لما يدي تعليمات طوروا وانسوا كلمة السجون وما تقولوش عن الموجود سجين قولوا عليه نزيف هو ده مش اهتمام بالبشر هو مش اهتمام بالبشر أنه حتى المدمنين يتعمل لهم مراكز عزيمة في كثير من المحافظات ولسه هتفتتع حاجات مش اهتمام بالبشر تسكنوا وتطلعوا من منطقة العشوائية وتعملوا إنجازات ومشروعات هو مش اهتمام بالبشر اللي ما يخلكش توقف ساعتين وثلاثة في طريق أو إنه يقلل عدد الحوادث مش اهتمام بالبشر إنه في وزارة النقل عاملة مشروعات والأيام القادمة حتفتتح مشروعات هيلة في محافظات متعددة في إينا والمينيا وغير 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 هو اللي بيحصل في وزارة العدل والنهضة اللي بيتم في السجل المدني والبريد والشهر العقاري وغير 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 هو اللي بتعمله القوات المسلحة ده كان شغلها مش شغلها مش شغلها صحيح يادن تبني ويدن تحمل السلاح لكن القضية الأساسية هي السلاح والأمن القومي لكن القائد الأعلى ادى تكليف للقوات المسلحة إنها تنجس المشاريع دي من حياة كريمة من كذا من إنجازات من مصانع من 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 في كل حد ومعاها شركات مجتمع مدن ومعاها خمسة مليون واحد بيشتغلوا في المشروعات دول مش هم دو شباب مصر برضو واللي بتشتغل واللي بتروح واللي بتيجي كنا هنشتغل ازاي وإحنا كنا في دولة يا جماعة إحنا ما كناش في دولة إحنا كنا في شبه دولة البعض لازم يفوق ويرجع يرجع للسنة السوداء اللي إحنا عشناها لما بنتكلم كده بنتهاجم في مواقع تاصل يأكلوا هوا مش مش كنا مش كلها انتنسيتوا أزمة الكهرباء انتنسيتوا طوابير البنزين انتنسيتوا طوابير رغي في العيش انتنسيتوا الأمن والاستخرار أهم نعمة في البلد عندنا أوضاع مجتمعية صعب آه عندنا غلاء أسعار وعندنا مشاكل بس عندنا أمل وحنحل كل ده وبنتمنى بالفعل زي ما بقول لكم بنطلب من حكومة وستيد رئيس مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية الشر الغلابة والغلابة دول أهلنا وجوانا مش هنبطل كلام عليهم أبدا العمال أهلنا الفلاحين أهلنا وعلى الفكر أنا عارف قضية الأسمدة عاملة مشاكل كتيرة جدا روحت الوزير الزراعة سيد القصير وزير الزراعة وعملين حوار بكرة هتشوفوا حاجات كتيرة جدا متعلقة بالأسمدة حاجات كتيرة اتحلت ويمكن الوزير كشفها لنا في لقاءنا بكرة الساعة سبعة مساءًا معاه عشان كده يا جماعة خلونا نعرف كويس أوي إن فيه تحديات بتواجه البلد وخلونا نعرف كويس أوي إن فيه قائد وطني خايف عليك وعليه وخايف على البلد والقائد الوطني ده صدر واسع ومستعد يسمعه جهات نظر متعددة ودي رسالة لكل من يعنيه الأمر الرئيس عفتح سيسي عاو الصحافة حرة عز إعلام حر عز برلمان حر ويقاتل ويدافع ويكشف الفساد الجهزة الرقابية ما عندهاش خط أحمر لحد الكل بيشتغل إنجازات بتحقق على الأرض مشاكل مزمنة بتتحل القادم أفضل القادم أفضل الراجل ما بينامش أربع خمس ساعات ده في اليوم بتلويه مجمع على المحاور ناعدين مع أسرنا ومع أحفادنا مبسطين ووسيب الدنيا كلها مقبول طب ما ده يوقفني برضه يقول يعني أنا لو قلت كلمة ضده أنا لا خاف من سجن ولا منها حاجة يعني سجن دخلناها خمس ست مرات مش دي القضية لكن الضمير حرام إن واحد بيشتغل ليه النهار حرام إن واحد وضع الوطن في دماغه حرام واحد سايب الدنيا كله بقت قضيته أن يقاتل في كل مكان وأن ينمي هذا الوطن وأن يخرجه من أزماته وأن يكون رقما فاعلا في الأمن القوم العرب ليبيا، سوريا، أراء، يمن، خليج، ما بيسيبش حتى سودان، سد النهضة، كل دي قضايا مهمة جدا النهار دا لما يروح الرئيس مؤتمر باريس الخاص بليبيا يروح لأنه يريد أن يؤكد عن ثوابة إعلان القاهرة اللي أعلانه دا مرتزقة ولا قوة استعمالية تبقى موجود تخبات تتم في موعدها وحدة الوطن الليبي حماية الثروة الليبية مش عايزين حاجة مش عايز حاجة بالحاجة لكن عايزين ليبيا تبقى سليم متعدي هذه الأزمة إخواننا الليبيين اللي بيعانوا في كل مكان والمؤامرة اللي تعرضت لها ليبيا واللي استشهد على أثرها شهيد معمر القذافي الذي سيخلده التاريخ هذا الرجل سيخلده التاريخ رجل مثقف واعي عروبي قومي ناضل حتى اللحظة الأخيرة وأنه سمعتكم الشريط اللي كان يناشد بيه بنتيه وهو في سرط ويعرف أنه سيستشهد لكنه لم يلقي سلاحه ولم يهرب إلى خارج البلاد ولم يترك البلد سيقاتل وقال للناس وحذرهم من خطر ما هو قادم اللي عشناه في الفوضى ولي بنتمنى أن الجهود الإقليمية والدولية والمصرية على وجه التحديد تنهي الأزمة في ديبان يا جماعة التحديات الجاية مش سهلة والأسعار والمشاكل اللي بيعملوها من بره والأوضاع إحنا عايزين بلدنا تقف وبتعدي على فكرة مصر بتعدي أمام عالم يموج بالمساكل والأزمات لكن ما بتقيش مشاكل هنا ولا هنا إلا في سعي دقوب عليها يمكن انت ليك تحفظ على قضية معينة يمكن الناس بتقول عايزين بسرعة ننزل في موضوع البناء ده ونخلص كل حاجة وينزل المقاولين اشتغلوا ويلقوا شغلهم في ناس كتير فلست خالص على الحديدة لأن دي مهنة مش قليلة وبتمنى من الحكومة تنفس تكليف السيد الرئيس اللي قال عليه يا جماعة خلصوا المصالحات والحاجات دي كلها وأنا أعتقد نها خلصت يا فندم وتقدم للسيد الرئيس الوزراء رحمة يا فندم بمجال المقاولات آلاف البشر مئات آلاف ده ملايين كل واقف عايزين نحرك الدنيا شوية عايزين ناس اشتغل عايزين ناس والحفاظ على الطبقة الوسطى خلوا بالكوا الطبقة الوسطى دي رمونت المزعن في البلد الطبقة اللي بتفكر أنا لما يبقى جيبي خاوي وينازل لا أعرف أدي ابني المدرسة ولا أعرف أدي مش عارب مين أغلب الناس طلعت ولادها من المدارس يلا أدي دخلوا على المدارس الحكومية وأغلب الناس اللي كان بيعمل كذا اللي كان بياخد يروح اسكندرية أو يروح بتاع بطل حاجات كتير جدا فاحنا متحملين شعب متحمل شعب متحمل تبعات الأمر لأنه عارف أن فيه قائد وطن حريص عليه وعارف أن فيه دولة تتقدم إلى الأمام ما احنا لازم نتكاشف بعض ما احنا لازم نتكلم مش حنقض سكتين لا احنا نتكلم هنتكلم ونقول دولتنا كذا وإصلاحنا كذا والناس الغلبة كذا والطبقة المتوسطة كذا والإعلام كذا كل دا حنا نتكلمه طالما كلام مسؤول في إطار حماية الدولة الوطنية في إطار حماية مصر والمرحلة الجاية وحفكركم أفضل بكتير أفضل بكتير والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ده منهج التزمت بي الدولة خمس سنين تحققوا وبتتعامل دلوقتي استراتيجية للوعي يمكن مجلس شيوخ قعد فيها ولجنة دفاع الأمن القوم يشترك مع اللجان المعنية كلها وتكلمت على القضية دي وحتشوفوا برضو الأيام القادمة سيكون لهذه الرسالة التي بعث بها الرئيس عرف التحسيسي للمجتمع قضية الوعي مواجهة إفشال الدولة الوطنية مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس والسادس حتشوفوها على أرض الواقع لأن مؤسسات الدولة يجب أن تعمل بكل ما تملك من أجل التخفيف من الأعباء اللي على المواطن تسهيل حل مشكلات المواطن ما تكفروش الناس ما رحش أنا قدام حتة معينة عايزة أقضيها مش قادر الرشاو اللي بتحصل صغار الموظفين الفساد اللي الدولة بتكافح فيه على قد ما تقدر لكن للأسف بعض الناس فاقدي للأسف الانتماء لهذا الوطن لأننا رأي اللي بيعمل حاجة زي كده مش ممكن يكون بيحب مصر لكن مصر باقية باقية بجيشها وشرطتها وقضاءها وشعبها العظيم باقية بكل قائد وطني يقدم لهذا البلد اللي بيستحق أروحنا مصر دي ماناش غيرها بيتنا ودارنا ومقبرتنا كانوا استاذنا هيكا الرحمة الله عليه يقول لا أعرف لي وطنا ولا قبرا سوى مصر نعم مصر تستحق أن تكون حياتنا وروحنا وندافع عنها وحندافع عنها مهما تطاول المجرمون والخوار احنا ندينا ثقة في رئيس الدولة وفي قدرته وفي حكمته وفي زكاؤه وحنعبر إلى الأمام بإذن الله وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر